وللمزيد حول فعليات الملتقى الثاني عشر لأهل مصر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء يطلعن عليها مراسل تفزون المصري باسم أبو الهنين تحياتي من شمال سيناء وتحديدا من مدينة العريش حيث يتم أو تم اليوم تحت رعاية السيدة دكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة تتشين الموسم الثاني عشر من أبناء مصر الذي تقيمه هيئة قصور الثقافة وقد وقع الاختيار في هذا الملتقى في نسخة الحالية على مدينة العريش الساحلية في شمال سيناء هذا الملتقى الذي يهدف إلى الجمع بين أبناء مصر من المحافظات الحدودية في أسوان في البحر الأحمر في شمال سيناء في مطروح في سيوة في الوادي الجديد إلى آخره من المحافظات الحدودية وإخراجهم من النطاق الجغرافي الضيق إلى رحابة المجتمع المصري والتعرف فيما بينهم على بعضهم البعض الجميل أن لدينا شباب وشبات من حلايب وشلاتين يلتقون بشبان وشبات من مطروح من شمال سيناء من البحر الأحمر من أسوان من أبو سنبل من أماكن مختلفة من واحد سيوة يلتقون ببعضهم البعض ويتعرفون على بعضهم البعض ويتبدلون الرؤى ويتبدلون الأمال والطموحات في المستقبل وأيضا يتبدلون المورثات الشعبية التي تميز كل منطقة من هذه المناطق عن غيرها هذا الملتقى الثاني عشر الذي تقيمه هيئة قصور الثقافة يقدم محاضرات في التنمية البشرية والتوعية للشباب والشبات المقبلين سواء كانوا في سنوات الدراسة الأخيرة أو خرجين من الجامعات المصرية المختلفة وأيضا تقديم ورش لمثلا كالديكوباج تعلم كتابة السيناريو والتطريز الخيامية وغيره من الفنون التي يحاولون من خلالها معرفة النماذج التي تتمتع بموهبة في هذا أو في هذا الشأن سبعة أيام نقضيها هنا في مدينة العريش نتعرف على أبناء مصر من المحافظات الحدودية لمزيد من التعارف والتقارب والتفاهم وتبادل الخبرات والمعرفة إليكم المايكروفون